اشتركوا في القناة وماكرون متمسك بالبقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته تزداد وطيرة التحذيرات من انتقال حرب غزة إلى لبنان وقلق أوروبي من الاتساع وعلى وقع هذه التحذيرات وزيرة خارجية ألمانيا تعلن بأنها ستزور الحدود بين لبنان وإسرائيل جالنت يستهل زيارته إلى واشنطن بالتأكيد على أهداف نتنياه بشأن غزة ولبنان وفي فرنسا ماكرون يلخص مخاوفه من الانتخابات المقبلة برسالة يبعث بها إلى السحر وفي انتخابات الولايات المتحدة ترقب لمناظرة ترامب وبايدن وماذا يحكي تاريخ المناظرات في أمريكا على فكرة موسيقى حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان وقال قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الشرق الأوسط بات على شفة تساع الحرب وبشأن غزة أضف بوريل أن الوضع في القطاع لم يتحسن على الإطلاق وأن إدخال المساعدات بات شبه مستحيل وزير خارجية اليونان ندد بتهديدات حزب الله ضد قبرص وقال إنه من غير المقبول أن تطلق جماعة حزب الله تهديدات ضد قبرص الدولة ذات السيادة والعضو بالاتحاد الأوروبي مشيران إلى أن الاتحاد يتضمن مع قبرص في مواجهة هذه التهديدات من غير المقبول إطلاقا توجيه تهديدات ضد الدولة ذات السيادة في الاتحاد الأوروبي نحن نقف إلى جانب قبرص وسندعم كل التحركات التي تهدف لمواجهة كل أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أعلنت أن ستتوجه إلى لبنان ووصفت الوضع على الحدود في ظل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بأنه أكثر من مقلق اجتماع وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي أعقدوا اليوم وغدا في لوكسنبورغ وإضافة إلى بحث حرب غزة سيبحث المسؤولون الأوروبيون التطورات في جنوب لبنان أعنى من لوكسنبورغ موفد العربي نوردين الفريضي نوردين مرحبا بك معنا في هذه النشرة أبدأ معك أولا من هذه الاجتماعات التي ستعقد اليوم اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ما الحيز الذي ستأخذه حرب غزة التصعيد أيضا كذلك في لبنان من هذه الاجتماعات المباحثات تشهد ربما في غضون الساعة أو الساعة المقبلة حيزا كبيرا لبحث أزمة الشرق الأوسط بصفة عامة سواء كان هنا ما يتعلق بالمأساة المتواصلة في غزة حيث أكد مسؤول السياسة الخارجية وكذلك عضو المفوضية الأوروبية مسؤول الشؤون الإنسانية ما أن المساعدات لا تتدفق وإذا هي تدفقت فهي لا تتوزع بسبب غياب الأمني وغياب القانوني وأيضا أن المساعدات أن هيئات الإغاثة أصبحت في بيئة أمنية مستحيلة أو تستحيل عليها في ظلها توزيع هذه المساعدات هذا من ناحية من ناحية الأخرى الوزراء كلهم أو جميعهم الذين تحدثوا صباحا اليوم عن الوضع في لبنان جميعهم عبر عن تشاؤمه وعن القلق الكبير من أن الحرب مثل ما قال جوزيب بوريل تزداد كل يعني أن المخاطر مخاطرة ساعة الحرب على جنوب لبنان تزداد كل يوم جوزيب بوريل قال نقفوا على شفاء توسع الحرب على جنوب لبنان سألت جوزيب بوريل إن كانت الاتصالات التي جرت في غضون الأيام الماضية يعني منذ خطاب نصر الله في يوم الأربعاء الماضي إلى حد البريحة هل هناك نوع من احتواء للأزمة بل العكس جوزيب بوريل قال العكس أنه قلق للغاية وأن القلق يزداد كل يوم نعم مخاطر اتساع الحربي ولكن هناك ملاحظة أخرى مهمة للغاية سريعا نور الدين الأزمة فيما يتعلق بقبرص ولبنان الأزمة فيما يتعلق بقبرص ولبنان ليست مع الحكومة أو مع الدولة اللبنانية وإنما هي ناجمة من تهديدات حزب الله لدولة عضو سنتابع أكيد معك نور الدين في نشراتنا القادمة لهذا الاجتماع شكرا لك من لوكسنبورغ مفد العربية لوكسنبورغ مفد العربية نور الدين الفريضي وصف اتحاد النقل الجوي في لبنان تقرير صحيفة تيليغراف بشأن وجود أسلحة وصواريخ يخزن حزب الله في مطار بيروت وصفه بالمضلل وحذر اتحاد النقل الجوي في لبنان من أن تقرير تيليغراف يعرض العاملين بمطار بيروت للخطر معنا من مطار بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم غنوة أهلا وسهلا بكي غنوة بداية هل بدأت عمليات التحقيق بشأن تخزين حزب الله لأسلحة في مطار بيروت وأنت الآن في جولة يعني ما السؤولة لديك ما التفاصيل داخل المطار لا أعتقد أنه سيكون هناك تحقيق في هذه العملية لأن رد الفعل الرسمي للدولة اللبنانية أتى مباشرة بعد ما نشرته صحيفة التليغراف وكانت قد أعلن وزير النقل والأشغال بأن هذا التحقيق غير مبني على مصادر حقيقية أو مصادر موثوقة وبأنه مع عمال من المطار علما أن الجمارك هو من يقوم عادة بعملية التفتيش ونعم وكان هناك مؤتمر صحفي وأيضا هذه الجولة التي شارك فيها عدد من السفراء إضافة إلى وزير الأعلام ووزير النقل والأشغال طبعا وزارة الأشغال كانت قد دعت عدد من السفراء للمشاركة دعت كل السفراء للمشاركة في هذه الجولة ولبت دعوة سفراء مصر والعراق إيران، الهند، الجزائر، إسبانيا، الأردن، كوريا، كازاخستان، رومانيا ممثل عن الاتحاد الأوروبي، يابان، برازيل، فرنسا، المكسيك، ونيجيريا بعض السفراء شاركوا بأنفسهم وبعض السفرات وصل عنها ممثلين حتى الآن كان هناك نقطة أولى دخلنا إليها ولكن هي جولة يعني طبعا لا يكون هناك تفتيش داخل المعبر دخلنا إلى معبر منطقة الاستيراد لبعض شركات الطيران لبعض شركات الطيران ولا نعلم إن كان سيكون هناك تعليق الآن من وزير الأشغال هذه الزيارة نحن ننتظر ربما تصريحات هنا من وزير الأشغال اللبناني الموجود في هذه الجولة بالقرب من الزميلة غنو يتيم هذه الجولة إذن لبعض الدبلوماسيين العالميين وكذلك أيضا الشخصيات ربما السياسية يبدو أنه الآن هذه النقطة تم الانتهاء من هذه النقطة النقطة الأولى لكن غنو حتى نفهم هل هذه الجولة؟ للنقل والسفراء عبر سيارات للتنقل في أكثر من نقطة داخل مطار رفيق الحريري الدولي طبعا هناك مشاركة لعدد كبير من الصحافة التي أتت للمشاركة في هذه الجولة خاصة وأن موضوع التليغراف يوم أمس كان قد سبب ردود فعل كبيرة في لبنان وسط تخوف من أن يكون هذا المقال كأنه تبرير لاستهداف مطار بيروت كمرفق حيوي في أي حرب مقبلة وموسعة يبدو أن كل الصحفيين الموجودين أيضا لديك يعني ينتقلون إلى نقطة أخرى وربما لجولة أيضا كذلك أوسع لا أعلم يعني إن كنت على عجل من أمرك فبإمكانك طبعا الذهاب غنوة وإلا فالسؤال عن هذه الجولة يعني لماذا تنظم؟ عرفنا أن هناك شخصيات دبلوماسية سياسية إعلامية أيضا هل هي للتأكد من أن المطار خالي تماما من كل ما كتب في هذا المقال في التليغراف الذي أخذ حيزا واسعا ربما أمس من الاهتمام يعني هذا ما يريده لبنان الرسمي يريد أن يبرهن عبر جولة داخل مطار بيروت بأن ما ذكرته الصحيفة غير صحيح وبأن المطار مفتوحة يعني قالوا بأنها جولة مفتوحة بالطبع نحن نتنقل بين نقاط تحددها الوزارة ولكن يعني بحسب الوزارات يمكن لأي شخص تفقد أي منطقة ولكن هناك التزام بالمناطق وبالمحطات التي نتجول عبرها مع السفراء هي هذه الجولة هي تأكيد من قبل ربنان الرسمي بأنه كل ما أتت على ذكره صحيفة التليغراف غير صحيح خاصة وأنهم غير مقتنعين بالمصادر التي وضعتها الصحيفة وأيضا يعني البعض ربط بين هذه بين المقال وبين الفيديوهات الفيديوهات التي نشرها حزب الله لمرافق حيوية داخل إسرائيل وكأنه تهديد منه بأنه سيضرب هذه المرافق غنوة سندعك تكمل هذه الجولة تتنقل بكاميرا طيب شكرا جزيلا لك من مطار بيروت مراسلة العربية غنوة تيم على هذه الصورة مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تحقيق بريطاني في واقعة استهداف الحوثيين لسفينة قرب اليمن ولدينا أيضا مسؤول في كوريا الشمالية يحذر من اندلاع حرب عالمية تأكيد مشاهدين نرحب بكم من جديد قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت إن إسرائيل ستعمل على إعادة المحتجزين في قطاع غزة إلى إسرائيل كما أكد خلال لقائه بالسيناتر الجمهوري لينزي جراهم في واشنطن على مواصلة تبكيك قدرات حماس بالقطاع ومواصلة الدفاع عن حدود إسرائيل ضد حزب الله وفق قوله تصريحات جالنت تأتي في مستهل زيارة تنهية ثانية إلى واشنطن منذ السابع من أكتوبر تجريد حماس من السلاح وإنشاء إدارة مدنية أمرين جدد نتنياهو التأكيد عليهم بل وذهب إلى التأكيد على عدم استعداد لإقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء المرحلة المكثفة سيكون لدينا إمكانية نقل جزء من القوات شمالا وسنفعل ذلك أولا وقبل كل شيء لأغراض دفاعية وثانيا لإعادة سكاننا الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم إذا استطعنا سنفعل ذلك دبلوماسيا وإن لم يكن سنفعله بطريقة أخرى لكننا سنعيد جميع السكان إلى ديارهم سكان الشمال وسكان الجنوب إذا كان هناك اتفاق فسيكون وفقا لشروطنا وهي عدم إنهاء الحرب ومغادرة غزة وترك حماس كما هي في النهاية سيتعين علينا القيم بأمرين حيث سنحتاج إلى استمرار عملية تجريد حماس من السلاح من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية كما سنحتاج إلى إنشاء إدارة مدنية وأمل أنه بدعم وإدارة بعض الدول في المنطقة سأتمكن من فعل ذلك أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للمضي قدما لست مستعدا لإقامة دولة فلسطينية ولست مستعدا لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية ميدانيا صحيفة يدعو تحرونوتا الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي أنهى معظم العمليات البرية في رفح أوضحت صحيفة عن مصادر أن المسؤولين حددوا هدف ضرب 60% من قوة حماس برفح وإتمام المهمة في الأشهر القادمة هيئة البث الإسرائيلية من جهتها قالت أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لإنشاء ما وصفته بخط دفاع ضد نيتانيا هو وزير الدفاع جالنت في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية في لهاي إصدر أوامر اعتقال ضدهم أضافت الهيئة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية ستكون جاهزة للرد على قرارات الجنائية الدولية قال الجيش الإسرائيلي نغارة جوية شنها في قطاع غزة ليلة الماضية أسفرت عن مقتل قيادين في حماس كان مسؤولا عن تطوير أسلحة استراتيجية لحماس ويدعى محمد صلاح ومن القدس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي زياد أهلا وسهلا بك زياد نبدأ معك بزيارة جالنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي طرحه ماذا عن الأجوبة التي تلقاها من الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بحرب غزة بإمدادات الأسلحة وأيضا المواجهة على مستوى الحدود اللبنانية هذا صحيح تماما جالنت ذهب في الأساس في محاولة لإطفاء الحريق وتخفيف الأزمة الناشئة مع البيت الأبيض والتنسيق مع الأمريكيين حول قطاع غزة اليوم الذي سيلي الحرب سيبلغ الأمريكيين بأن إسرائيل خلال أسبوعين أو ثلاثة ستخرج تماما من رفح وستبدأ المرحلة الثالثة الخروج القوات من معظم قطاع غزة والعمل بشكل عيني عند توافر استخبارات ضد حماس في كامل قطاع غزة كما يحدث في الضفة الغربية بالإضافة إلى ضرورة عدم إرجاء أي إرساليات ذخيرة لأن إسرائيل عمليا قد تدخل في مواجهة على الجبهة الشمالية فيما يحاول جالنت أن يفعل ذلك في واشنطن صب نتنياهو وفق مراقبين أن الزيت على النار عمليا وزاد الأزمة عمقا عندما عاد واتهم إدارة بايدن بأنها ما تزال منذ أربعة أشهر تعطل تسليم إسرائيل ذخائر تحتاجها المقصود هو 350 قنبلة ذكية تحتاجها إسرائيل ليس لقطاع غزة عمليا وإنما ربما للجبهة الشمالية والولايات المتحدة لا تريد لهذه الجبهة أن تفتح وعليه عمليا كل هذا السجال العالمي تصريحات كثيرة لنتنياهو زياد فيما يتعلق بغزة والحديث أيضا كذلك عن ربما إنهاء عملية رفعه ما المقصود هنا بإنهاء هذه العملية؟ هل نتحدث عن سحب للقوات الإسرائيلية من هذه المناطق أم تخفيف الضغط والدخول في المرحلة الثالثة كما قال جلنت أمس باستهدفات نوعية وخاصة ربما لكن دون وجود عسكري كثيف؟ هذا ما قلته قبل قليل بالفعل هو هذا المخطط الآن الانتقال إلى ما يسمى المرحلة الثالثة الخروج تقريبا من كامل قطاع غزة ربما البقاء في محور فلدلف وفي مناطق محددة وشن هجمات على أساس يومي ضد حماس في كامل قطاع غزة ليس في رفع مشكلة الإسرائيليون وهم يقرون بذلك الجيش الإسرائيلي أقر بذلك بشكل علني بأن حماس عمليا في كل المناطق التي خرجت منها إسرائيل أعادت تنظيم صفوفها بشكل أو بآخر وتواصل القتال وإصابة وقت الجنود وبالتالي هذا سيستمر لهذا يتحدثون في إسرائيل عن أن المرحلة الثالثة قد تستغرق سنة وأكثر عبليا لأن القضاء على إمكانات حماس العسكرية بالشكل الذي أعلنه نيتنياهو لا يبدو في الأفق الآن ولهذا ذهب إلى القناة الرابعة عشر الإسرائيلية وخاطب اليمين الإسرائيلي لأنه يريد أن يقول بأن الحرب لم تنتهي في كل جملتين الجملة الثالثة الحرب لن تنتهي لأن عمليا هناك ضغط عليه من بنكفير ووزراء آخرين بالإضافة إلى أن المراقبين يرون بأن نهاية الحرب بالنسبة لنتنياهو جنوبا أو شمالا قد تكون نهايته السياسي طيب زياد القناة الثانية عشر الإسرائيلية قد قالت بأن إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض وقالت فيها بأن ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا دون أن تحدد طبيعتها في حال اندلعت مواجهة مباشرة مع حزب الله لكن هل هناك أي تفاصيل إلى حدود الآن بخصوص هذه الأسلحة هل هي أسلحة أمريكية وتسعى للحصول على موافقة باستعمالها ربما خلال هذه الزيارة التي يقوم بها جالنت إلى الولايات المتحدة أم ماذا عن مصدرها وطبيعتها هذه التسريبات هي جزء من عملية التهديد المتبادل مع حزب الله وعمليا إسرائيل ليست بحاجة أن تقول للهوات المتحدة بأنها ستستخدم ذخائر لم تستخدمها من قبل كل الأسلحة الإسرائيلية معظمها أمريكي وما تملكه إسرائيل يعرفه الأمريكيون إسرائيل لا تحتاج أن تقول ذلك للبيت الأبيض إسرائيل كما قلت محتجة على أن الولايات المتحدة تحجب 350 قنبلة ذكية إسرائيل تحتاج القنابل الذكية أساسا لمحاولة تدمير أنفاق حزب الله وهي لا تقارن بأنفاق غزة على فكرة غزة أرض رملية عمليا جنوب لبنان أرض صخرية وبالتالي الأنفاق هناك تختلف كليا عن أنفاق قطاع غزة تريد أن يكون لها هذه الدخائر كل هذا الكلام لا يعني بأن الحرب قريبة كما يقال حاليا الجيش الإسرائيلي يقول بأنه ليس جاهزا ما شكرا لك من القدس انضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حربي تعقد اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني اجتماعا اليوم في رمالة الاجتماع سيرأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث تطورات سياسية وسياسات التوسع الاستيطاني لإسرائيل هذا الاجتماع هو الأول منذ عدة شهور بعد مصادقة إسرائيل على خطة تهدف إلى ضم غير معلن للضفة الغربية ببناء بؤر استيطانية جديدة فضلا عن احتجاز ومصادرة أموال السلطة الفلسطينية وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفق التعهد بمواجهة مشروع سموتيرتش للإستيطان في الضفة الغربية أكد وزير الصحة السعودي في بيان له أن الوفيات في موسم الحجل هذا العام بلغت نحو 1301 منهم 83% من الحجاج بدون تصريح مشيرا إلى أنه تم حصل جميع البلاغات والتواصل مع دوي المتوفين والتعرف عليهم أوضح وزير الصحة السعودي أنه تمت الإجراءات لازمة للتعرف على هوية المتوفين وإصدار شهادات الوفاة ودفرهم وإكرامهم في مكة في البحر الأحمر قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة جديدة على بعد 246 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من نشطون باليمن وأشارت إلى أن السلطات تحقق في الحادث لمعرفة حجم الأضرار أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا انتهاء العمليات في مدينتي محج قلعة وديرباند بجمهورية داغستان الروسية وقالت أن عدد القتل في الهجمات ارتفع إلى 19 شخصا بينهم أربعة مدنيين وخمسة عشر من أفراد الشرطة بالإضافة إلى إصابة العشرات وأكدت اللجنة تحديد هوية منفذي الهجمات ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبدالجواد الرشد عبدالجواد مرحبا بك معنا الحديث الآن عن ارتفاع عدد القتل إلى 19 حسب بعض وسائل الإعلام الروسية التي نقلت هذه الأنباء قبل قليل لكن نحن نريد العودة قليلا عبدالجواد لتفاصيل أبرز التفاصيل في ما حدث يوم أمس نايف في الحقيقة نعم هذا العدد غير مؤكد حد هذه اللحظة لكنه مرشح لارتفاع حسب وضعية وهو رهن طبعا وضع الجرحة في المستشفيات في محاش قلعة القضية بالكامل طبعا القصة بالكامل نايف بدأت عندما قامت مجموعة من الأفراد يوم أمس في مدينتين وتعتبران المدينتين الرئيسيتان في داغستان هي جمهورية في شمال الكوقاس ضمن قوام الاتحاد الروسي طبعا هي العاصمة محاش قلعاب الإضافة إلى مدينة دربند وهي أقدم مدينة روسية بالمناسبة نايف قام طبعا هؤلاء الأشخاص بالدخول إلى كنيس يهودي وإطلاق النار على مدنيين هناك ومن ثم على كنيسة مسيحية في ذات المدينة بينما قام أفراد متعاونون معهم حسب البيانات وحسب التحقيقات ظهر بأن كانت لهم مجموعة على تيليجرام لم تعرف تفاصيلها حتى هذه اللحظة لكنها كانت تضم ستة أشخاص على ما يبدو أنها ليست المجموعة بالكامل قاموا في مدينة محاش قلعا أيضا بإطلاق النار على كنيسة مسيحية ونقطة للشرطة شرطة المرور وفي نقاط أخرى خارج المدينة بالأعداد طبعا ما تم تأكيده بشكل كامل هو مقتل أكثر من 15 شخصا بينهم 14 من رجال الشرطة هذا ما عرضه مقطع الفيديو اليوم الذي نشرته حكومة داغستان لصور الشخصيات التي سقطت يوم أمس خلال عملية الدفاع طيب عبدالجواد هل ما زالت لجنة مكافحة الإرهاب في داغستان تقوم بعمليات أو الشرطة الداغستانية تقوم بعمليات أمنية من أجل البحث عن مشتبه فيهم أو في ضلوعهم في التقطيط لهذا الحادث أم أن هذه العملية توقفت؟ رجال يعني المواجهات القتالية والأعير النارية انتهت لكن القبضة الأمنية ما زالت حاضرة في المدينتين في محشقلعة وفي ديربينت كما نلاحظ من الأنباء الواردة من هناك بأن الشرطة ما زالت تقيد حركة السكان في المنطقة التي تعرضت لضربات خاصة تلك المناطق المجاورة للكنيسة اليهودية في ديربينت لذلك هذا الوضع قد يستمر لأيام لغاية معرفة كافة التفاصيل وهل هناك عبوات ناسفة مزروعة في أي مكان أو أن وجود أشخاص كانوا يتعاون معهم في ذات المنطقة نائفة عبدالجواد فقط وشيري لهذا الخبر العاجل مجلس الأمن الروسي يقول بأن المأساة في داغستان والتي تتحدث معنا الآن عنها هي مخطط لها بعناية من الخارج وهنا أسأل بالفعل عن هذه النقطة عبدالجواد لأي مدى تعتقد موسكو بأن هناك أصابع ربما غربية بشكل خاص وراء هذه العملية نائفة التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه العملية تم التخطيط لها منذ نحو شهر من الآن هناك شخصيات معروفة في البلاد كاميدفيري فراحة يتحدث عن أن واشنطن ونظام كييف يتحملون مسؤولية ما حدث لكن ما يظهر من شكل ومن طبيعة هذه الحادثة نائف الفرقة التي قامت بالتنفيذ هي فرقة متدربة حسب قراءة الخبراء المعنيين بهذه الأمور لا يمكن لأشخاص طبعا عددهم يصل إلى عشرة باعتبار أن ستة تم تحييدهم أربعة في محش قلعة واثنان في دربينت وأربعة تم اعتقالهم لا يمكنهم تنفيذ هذه العملية الكبيرة دون تدريب ودون خطات ودون مساعدة أو دعم داخلي أو خارجي لذلك طبعا موسكو اليوم تربط هذه القضية بالملف الخارجي وتصريحاتها أصبحت معروفة بما يخص بأن الخطوة الهادفة من هذه العملية أو غيرها في جنوب القوقاز هو طبعا تأجيج الوضع وخلق نزاع طائفي خاصة أن تلك المناطق نايف هي مناطق جبلية وسكانها طبعا يعني حياتهم صعبة نوعا ما يعني من الصعب يعني التعايش معهم في كافة الأمور يملكون قوميات مختلفة ويلقبون بالمناسبة نايف بأصحاب الدم الساقن طبعا لانفجارهم في أي موضوع لذلك طبعا قضية اللعب وقضية الضغط على الملف العرقي في تلك المناطق كان خلال فترات الصراع طويلة شكرا جزيلا لك من موسكو ومدير مكتب العربية عبدالجوالد الرشد في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قالت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم الأوكرانية على مدينة سيفاستوبل في شمه جزيرة القرن الهجوم نفذته كييف بواسطة خمسة صواريخ أتاكلز الأمريكية تم اعتراض أربعة منها وأكدت الوزارة أن فعالا كهذه لن تبقى بلا رد أكدت دول الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة ستطلق غدا الثلاثة وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكي للملس الأوروبي واعتبرت المفاوضية الأوروبية أن أوكرانيا ومولدافيا استوفتا كل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات الرسمية إلا المجر التي عرقلت حتى الآن بدء المفاوضات الرسمية مع أوكرانيا باعتبار أن الشروط لم يتم استفاؤها أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي طور آلية تسمح بتجاوز حق النقد المجري على شراء الأسلحة لكييف باستخدام الدخل من الأصول المجمدة الروسية انتقد مسؤول كوري شمالي الولايات المتحدة بسبب دعمها العسكري المسع لأوكرانيا المسؤول قال أن روسيا لديها الحق في اختيار أي نوع من الضربات الانتقامية ردا على الضربات التي تستهدف العمق الروسي وتوقع المسؤول في كوريا الشمالية أنه إذا استمرت واشنطن في دفع كييف إلى حرب بالوكالة ضد موسكو قد يؤدي ذلك إلى رد أقوى من روسيا بل وذهب إلى التحذير من احتمالية نشوب حرب عالمية جديدة في المقابل ذكر بيان المشترك أصدرات وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مسؤولين كبار من سول وواشنطن وتوكيو نددوا بأقوى العبارات الممكنة على صفقة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا وذكر البيان أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج في الأوينة الأخيرة أثارت قلقا عميقا في كوريا الجنوبية قتل عشرون شخصا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع للبطاريات في وكالة يونهاب للأنباء أو اندلع في العاصمة هذا الحريق وقالت يونهاب للأنباء قالت أن الحريق اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم في مدينة هواسونج جنوب العاصمة سول الحريق كان في سول لم يكن في وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إذن قال رئيس تايوان لي تشينغ تي أنه ليس لدى الصين الحق في معاقبة شعب تايوان على أرائهم أو دفاعهم بعد أن حذرت بكين رجاء من أن مؤيدي استقلال الجزيرة قد يواجهون عقوبة بالإعدام أريد أن أؤكد أن الديمقراطية ليست مصدر الجريمة الحكم الاستبدادي هو الجريمة ليس لدى الصين الحق في متابعة الملاحقة القضائية عبر الحدود ضد الشعب التايواني ترامب على يسار الشاشة بايدن على يمينها في المناظرات التلفزيونية المرتقبة والزينة أيضا رجال الإطفاء في اليونان يخمدون حريقا اتهم بإشعاله بالعمد 13 سائح مشاهدينا نرحبكم من جديد مع انطلاق الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية وعد الرئيس الفرنسي مالويل ماكرون بالعمل حتى مايو 2027 موعد نهاية ولايته خاطب ماكرون الفرنسيين في رسالة نشرتها الصحافة قائلا إن الحكومة المقبلة التي ستعكس بضرورة تصويتكم وعرب ماكرون عن أمله في أن تجمع الحكومة المقبلة الجمهوريين من طيارات مختلفة بعد أن يكونوا قد عرفوا عبر شجاعتهم أو قد عرفوا كيف يواجهون المتطرفين ماكرون أضاف أن على الحكومة المقبلة عليها أن تعيد صوغ سياسة الطفولة وتؤمن حياة أفضل للشباب تتصدى بقوة أكبر لكل أشكال التمييز كذلك وجه رئيس الفرنسي نداء إلى من يعتزمون الامتناع عن الاقتراع مطالبا منهم عدم الخوف بل وخاطبهم بالقول لا تستسلموا أدلوا بأصواتكم رسالة ماكرون تأتي في وقت تمنح فيه استطلاعات الرأي أقصى اليمين الأفضلية وفق معهد إبسوس حيث أن 36% من الناخبين ينوون التصويت للتجمع الوطني من أقصى اليمين بقيادة جوردان بغديلا في حين حصل أقصى اليسار على نحو 29% من نوايا التصويت والمعسكر الرئاسي تحصل على 20% من نوايا التصويت وفق الاستطلاعات التي تتغير باستمرار وزير الداخلية الفرنسي جغالد داغمانا حذر من أن البلاد قد تشهد اضطرابات مدنية وأعمال عنف ذات صلة بالانتخابات بعد دخول الحملات الانتخابية أسبوعها الأخير قبل الجولة الأولى من التصويت دغمانا صرح لإذاعة RTL الفرنسية بأنه من المحتمل أن تكون هناك توطرات حدة للغاية مضيفا أن السلطات على أهبة الاستعداد ومعنا من باريس مراسلة العربية زينة عدي زينة أهلا وسهلا بك قبل أن نبدأ مع زينة نايف وكأن إمانويل ماكرون كان يرد على لوبان حينما تحدث عن أنه سيواصل مهمه في ولايته إلى غاية سنة 2027 بحيث قد قالت لوبان بأنه لم يتبقى أمام ماكرون سوى الاستقالة وهنا معك زينة يعني ما رهانات إشارة إلى فوزهم طبعا بالانتخابات القادمة هذا الشهر طبعا وهنا زينة يعني نسألك عن رهانات إمانويل ماكرون في هذه الانتخابات المصيرية والتغيير العميق في كيفية الحكم مثل ما قاله ما يرشح من تفاصيل عن نواية التصويت نعم في الواقع تفصلنا ستة أيام فقط عن موعد الانتخابات التشريعية هنا في فرنسا جميع الفرقاء السياسيين أو المرشحي الأحزاب هم على هذه الاحتدام بالمعركة الانتخابية جميع التصريحات تأتي ردا على بعضها هناك حرب غير معلنة بين هؤلاء الأطراف مارين لوبين قالت بأن الرئيس ماكرون عليه أن يستقيل وقالت بأنها لا تطلب ذلك لكن هذا من المفترض أن يحدث بشكل غير مباشر دعته إلى الاستقالة الرئيس ماكرون من طرفه قال بأنه لن يتخلى عن الحكم حتى 2027 وهو قد يكون ردا على مقالته مارين لوبين إذن هناك تصريحات من جميع الأطراف السياسية هنا في فرنسا في الواقع الرئيس ماكرون يعتمد في حملته الانتخابية على تخويف الناس من التطرف تخويفهم من المعسكر اليميني وأيضا المعسكر اليساري أما حزب أقصى اليمين يعمل على تخويف الناس من المعسكر اليساري ويعتبره بأنه أيضا متطرف وبأنه سيقود البلاد إلى الفوضى أما من جانب تصريحات زعيم أقصى اليسار ميلانشون يقول بأنه أيضا الرئيس الفرنسي دعا إلى حل البرلمان من أجل أن يأتي من أقصى اليمين ولكي يواجهوهم هم الأثنان ضد أقصى اليسار لذلك هناك الكثير من التصريحات من مختلف الأحزاب هي تصريحات نارية ضد بعضهم يحاولون أن نجذب أكبر عدد من الأصوات لكن زينة ماذا عن تحالف الجبهة الشعبية إلى حدود الآن وقدرته على استقطاب المزيد من الأصوات في ظل ما يقوم به اليوم اليمين أو أقصى اليمين من انخراط في جعل الناس لا يصوتون من جديد على أحزاب اليسارية نعم أقصى اليمين يسعى إلى جذب الأصوات جوردان بارديلا ظهرت بتصريح جديد من نوعه تحدث بأنه سيكون إن وصل إلى رئاسة الوزراء سيكون رئيس للأغلبية وبأنه يريد أن يمثل شعب الفرنسي بكامل أقطابه بأنه لن يستثني أحدا بمعنى بأن حتى الذين لن يصوتوا له سيعمل على العمل من أجله أيضا لذلك تغير إلى حد ما خطاب أقصى اليمين هو يحاول جذب جميع الفئات من المجتمع ليس فقط الفئة التي كانت تؤيده كالمعتاد وتؤيد رؤيته بشأن معاداته للمهاجرين ويحاول طمئنت الآخرين أيضا ويريد وقال جوردان بارديلا لم يقبل بأن يستلم منصب رئيس الوزراء في حال لم يحصل حزبه على الأغلبية المطلقة اليسار أيضا هو يعتبر بأنه اقترب من تفضلي تفضلي عذرا اليسار أيضا يعتبر بأن المعركة مع اليمين المتطرف أو أقصى اليمين لذلك يوجه خطابه بشكل دائم ضد هذا الحزب وهو يعمل على جذب الأصوات بأن هذا الحزب هو حزب متطرف سيقود البلاد إلى الخراب لذلك أقصى اليسار يريد أن يجعل من صوته هذه المرة هو الأقوى أيضا لأنه يرى بأن حزب مكرون ومعسكر مكرون يتراجع بشكل كبير وهو يعتبر بأن له حظوظ كبيرة في حظ الأصوات بشكل أكبر خاصة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية كوروكي جزيلا على كل هذه المعطاية كنت معنا من باريس مراسلة العربية زين عدي شكرا جزيلا لك عطش حر وجوع مآس يواجهها المهجرون غير النظاميين في رحلة العبور من المكسيك ودول أمريكا اللاتينية صوب أمريكا إذن نايف ماذا عن تفاصيل هذه الرحلات؟ رجاء يمكن وصفها بالخطيرة يواجه فيها المهاجرون غير النظاميين في طريقهم نحو أمريكا شبح الموت عطشا أو جوعا في رحلة العبور الجزء الأكبر من المهاجرين هم من أمريكا من أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكريبي تحديدا بنزويلا بالإضافة كذلك إلى هندوراس والإكوادور وهيتي البعض قطع عشرات الكيلو مترات هنا رحلة العبور مشاهدين باللون الأحمر تشمل قطع غابة دارين الخطيرة على الحدود بين كولومبيا وبنما بالإضافة أيضا إلى أن قبل الوصول يكون هناك جدار حدودي بين المكسيك وأمريكا تضاريس وعرة وغياب للأمن والقفز كذلك أيضا من فوق الجدار الحدودي من أسباب الوفيات ولكن هناك عامل آخر إنه الحر الشديد وجراء ارتفاع الحرارة الحكومة المكسيكية أعلنت عن نهو ألف وخمسمائة وخمسين وفات ثلاثون منها سجلت خلال الأسبوع الماضي رغم هذه الأسباب حوالي مليون وثلاثمائة مليون ألف مهاجر غير نظامي عبر المنطقة إلى الولايات المتحدة هذا العام إذن رجاء كما تابعنا الحر الشديد ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل يضرب الغالبية غالبية أسقع العالم هذه الفترة استعدوا ترامب وبايدن لمناظرات تليفزيونية نهاية الأسبوع الحالي ومع اقتراب موعد المناظرة يتحضر كل منهما على طريقته ترامب بين الناخبين وبايدن يقيم مع مساعدين في كام ديفيد المناظرة ستستمر لمدة تسعين دقيقة وبعد قرعة بعملية معدنية سيظهر ترامب على الجانب الأيصر من الشاشة بايدن سيكون على الجانب الأيمن منها محمد رئيس جو بايدن مشاهدين قال في مقابلة مع سيء إن من أهم متطلبات التحضير للمناظرة هو دراسة شخصية ترامب وبعمق ما يجب عليك فعله في جولة التحضير للمناظرة هو أن تنغمس في مقاله المرشح المنافس في حججه وأسلوبه وحتى في النبرة التي استخدمها وذلك لمحاكاة نفس التجربة للمرشح الذي تساعده وهذا ما فعلته لقد درست بعمق كامل تصريحات دونالد ترامب سواء تلك التي أدل بها في المناظرات أو المقابلات أو الخطب من أجل تقمس شخصيته بأفضل شكل ممكن هنا يبرز سؤال نايف هل يمكن لهذه المناظرة فعلا أن تغير من نتيجة الانتخابات؟ رجاء التاريخ يقول بأن هذا الأمر حدث بالفعل ثلاث مرات وقتها طبعا أجلت الانتخابات في غضون أيام أو أسابيع يعني عام 1960 كان هناك مناظرة شهيرة جدا بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون معظم من شاهدوا هذه المناظرة مالوا إلى كينيدي وقد فاز طبعا بالفعل كينيدي في هذه الانتخابات بفارق ربما ضئيل للغاية لكن هل سيتكرر الأمر هذه المرة؟ يعني ننتظر مفاجآت طبعا خلال هذه المرة وأيضا يعني عام 1976 بين جيمي كارتر وديرالد فورد كان قد جعل فورد ينكر وجود هيمنة سوفيتية على أوروبا الشرقية وكان قد أدى هذا إلى نفور الناخبين في الولايات المترجحة من أصل بولندي وأيضا تشيكي لتكون لحظة حاسمة فاز بعدها كارتر في الانتخابات هذه المناظرة ستكون مختلفة تماما نحن نتحدث عن التاريخ اليوم نتحدث عن الحاضر يراهن دونالد ترامب على ربما ضعف القدرات المعرفية والعقلية كما يقول أيضا للرئيس الحالي جو بايدن بايدن أيضا يراهن على مسألة قضائية بالنسبة لترامب بأنه مجرم سينعته بالطبع أكيد بهذه الصفة في هذه المناظرة التي من المتوقع أن تأخذ ربما حيزا من الجوانب الشخصية والحرب الشخصية بين الطرفين الحديث ليس عن حملة انتخابية وبرنامج انتخابي بل هي مناظرة شخصية وهذا هو الإشكال هو أن يكون التصويت بشكل أكبر تصويتا عاطفيا أكثر منه تصويتا على برامج انتخابية هذه لعبة ترامب وبايدن إذن مشاهدين في الانتخابات الأمريكية يعني نبقى أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب يقطع مزيدا من الوعود على نفسه في حال فوزه كان آخر هذه الوعود مغازلة الإنجليين المحافظين حيث وعدهم بحماية دينية مشددة في محاولة لجذب المزيد من المؤيدين من رجال الشرطة وهنا يلتقي بفتى حاول تقليده ويوقع له أيضا على ورقة نقدية يواصل دونالد ترامب جهودا حثيثة لكسب مزيد من المؤيدين في مؤتمر ديني في واشنطن تعهد بحماية شديدة للحريات الدينية للإنجليين المحافظين وأيادهم في قضية حضر الإجهاد التي يطالبون بها كما تعلمون الإنجليون والمسيحيون لا يصوتون بالقدر الذي ينبغي لهم علينا أن نتأكد من أنهم سيصوتون هذه المرة كل ما علي فعله عند فوزه وحماية الحرية الدينية بشدة لا داعي للقلق بشأن ذلك قائمة وعود يضيف ترامب عليها تعهدا جديدا مع كل تجمع انتخابي لجذب المزيد من المؤيدين إعفاءات ضريبية للعمال بطاقات إقامة للخريجين الأجانب إنهاء الحرب في أوكرانيا وبناء قبة حديدية فوق الولايات المتحدة بعض الأمريكيين يشككون في قدرة ترامب على الوفاء بها وآخرون يرون أنه يتلقى دعما كبيرا وكثير من المواطنين واثقون بوعوده مستشهدين بأن فترته الرئاسية كانت أكثر هدوءا وهو الأمر الذي يذكر به المرشح الجمهوري مرارا التضخم مستعر والجريمة خارجة عن السيطرة أوروبا في حالة من الفوضى والشرق الأوسط ينفجر وإيران تزداد جرأة والصين تتقدم وهذا الرئيس المحتال يجرنا نحو الحرب العالمية الثالثة انظروا إلى كل خطوة يقوم بها منذ أنصار رئيسا وعود ترامب عابرة للحدود فسبق أن أكد على قدرته في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ولجم الصراع في الشرق الأوسط وبناء السلام ومنع تقدم الصين مستقبلا وإيران تزداد جرأة وإيران تزداد جرأة وإيران تزداد جرأة وإيران تزداد جرأة تمكن رجال الإدفاء اليونانيون من إخماد حريق في غابة بجزيرة هيدراء الحريق اشتعل بواسطة الألعاب النارية التي أطلقت من يختب مستأجر من قبل سياح أجانب وأحرق جزءا من الغابة الوحيدة على هذه الجزيرة المدعي العام اليوناني وجهت تهامات لثلاثة عشر من أفراد طاقم اليخت بالحرق العام المترجمات لتقلقى تستعد العديد من شركات الإعلانات بوضع خطط بديلة في حال تم حظر تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايد دانس الصينية في الولايات المتحدة هذا بحسب ما قاله أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الإعلانات لصحيفة فينشال تايمز وحقق تيك توك مبيعات بقيمة 16 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي وعظمها بالتأكيد رجاء من الإعلانات ومن مبالغ الإعلانات الهائلة جدا في هذه التطبيقات نصل إلى نهاية هذه النشرة شكرا لكم على كرم ورطف المتابعة شكرا رجاء شكرا لك نايف نشكركم مشاهدين نعوض نبقاكم غدا إلى اللقاء رعاية الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر